السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الفرقة التانية أهلا وسهلا بكم ورب الجميع أن تكونوا بخير اللهم أمين هنستكمل لمحاضرات مادة مبادئ الصناعات الغذائية وهنتناول النهاردة محاضرة عن موضوع مهم جدا وهو فساد الأغذية هنعرف في خلال المحاضرة تعريف فساد الأغذية وتأسيم الأغذية طبعا لسرعة فسادها وهندرس عوامل فساد الأغذية ومدى صلاحية الغذائية للسهلاك الأدام تأسيم الأغذية تأسيم الأغذية على حسب سرعة فسادها إلى 3 أقسام ده طبعا على حسب محتوى الأغذية من الرطوبة كلما تكون نسبة الرطوبة في المادة الغذية عالية كلما تكون درجة تعرضها للفساد أكبر لو كانت نسبة الرطوبة في المادة الغذية منخفضة معنى كده أنها تكون تعرضها للفساد أقل أول قسم الأغذية قابلة للفساد السريع اللي بتحتوي على نسبة مرتفعة من الرطوبة زي الخضرات الورقية واللحوم والأسماك واللبا بتحتفظ هذه الأغذية بحالتها التزيج المدة قليلة تتراوح ما بين عدة ساعات إلى عدة أيام النوع التامل الأغذية هي أغذية غير معرضة للفساد السريع ودي أغذية بتحتوي على نسبة من خفضة من الرطوبة زي الحبوب والبقول الجفة بالإضافة للسكر وملح الطعام ويمكن حفظ هذه الأغذية ما بين عدة شهور إلى عدة سنوات إذا تم تخزينها في مغازين جيد تهوية بتتوفر فيها أساليب الوقاية من الحشرات والقوارد النوع التالت من الأغذية هي أغذية متوسط تعرض للفساد ودي بتتعرض للفساد بدرجة متوسطة بين الدرجتين السابقتين زي البطاطس مثلا وموية التفاة هذه الأغذية بتتعرض للفساد خلال مدة تتراوح ما بين عدة أسابيع إلى عدة شهور هنتكلم عن صلاحية الغذاء للإستهلاك الأدمي هل فيه شروط معينة بتتوفر في الغذاء عشان يبقى صالح للإستهلاك الأدمي؟ أكيد طبعا يجب أن تتوفر صفات التالية في الغذاء لكي يصبح قابلا لإستهلاك أول حاجة يجب أن يكون الغذاء في درجة النطج المرغوبة تاني حاجة خلوة الغذاء من التلوث سواء كان ذلك في التصنيع أو جميع مراحل تداول الغذاء يكون خالق أساسا تماما من التلوث ثلاثة خلوة الغذاء من التغيرات غير المرغوبة سواء التغيرات دي طبعية أو كيميائية أو حيوية والتي ربما تنتج من إنزيمات الغذاء أو نشاط الحياة الدقيقة أو من الحشرات أو حدوث تحطم فيه صفات الغذاء نتيجة لبعض العملات التصنيعية زي مثلا حروض تجميد أصنع عملية التجميد أو الحرارة أو الضغط أو غير ذلك من المعاملات اللي بتتم عن مادة الغذائية يبقى أي تغير في المادة الغذائية غير مرغوب سواء تغير طبيعي أو كيميائي أو حيوية رابع نقطة خلوة الغذاء تماما من الأحيات الدقيقة والتفايلات المسببة للتسمم الغذائي أو العدوى الغذائي ده شروط صلاحية الغذاء للاستهلاك الغذائي هنتكلم عن فساد الأغذاء أول حاجة بالتعريف فساد الأغذاء هو هو أي تغير غير مرغوب فيه يحدث لأي صفة من صفات الغذاء ده تعريف فساد الأغذاء زي حدوث فقد مثلا في المحتوى الفيتاميني أو تغيره في اللون أو تدهور فيه القوام أو ظهور رائحة غير مرغوب فيها أو التلوث بالميكروبات المرضية أو التوكسينات أو إفرازاتها اللي بتنتج من ده تعريف فساد الأغذاء طبعا فيه حاجات بتشز عن القاعدة ده أنه ممكن يحدث تغير في طبيعة المادة الغذائية وممكن ما يطلقش عليه فساده ويكون صالح للسلك الأدم ده على حسب ثقافة بعض الدول أو عادات اللي موجودة والتقاليد اللي موجودة فيه بعض الدول زي مثلا الصينيين بيكلوا آآ آآ البيض المتحلل وده بيعتبر فاسد من وجهة نظرهم غذاء مناسب من ناحية وجهة نظر بعض الشباب أو الدول الأخرى بيعتبر غذاء فاسد طبعا محدش لهم الصينيين لأنه ده قال لحاجة عندهم يعني هما بيأكل أي حاجة احنا لو حد عندنا كالبيض متحلل مثلا يروح يعمل غسل المعدة على طول إنما هما بالنسبة لهم عادي كذلك برضو عندنا مثلا زي أكل الفسيخ أكل الفسيخ عندنا بيعتبر عادي في وجهة نظر بعض الشباب زي أوروبا وأمريكا مثلا إن هو ده غذاء فاسد وغير مقبول لاستهلاك تماما يعني لو حد كال من عندهم فسيخ ممكن يخش في غيبوب ولا يجيله تسمهم ولا حاجة يبقى دي على حسب وجهة نظر الشعوب أو عادات وتقاليد الشعوب ممكن يتناولوا غذاء على إن هو مش فاسد بينما وجهة نظر الشباب الأخرى أو الدول الأخرى بيعتبروا هذا الغذاء غير مناسب أو فاسد هنتكلم بعد كده عن عوامل فساد الأغذية ممكن تقسم عوامل فساد الأغذية لكذا قسم أول حاجة اللي هي عوامل فساد الحيوية وعوامل فساد الكيميائية وفي عوامل فساد طبعية وفي عوامل فساد ميكانيكية وفي عوامل أخرى مثلا راجع لحشرات أو الكورد أو غارة يبقى عندنا عوامل فساد الأغذية الخمسة هنتناولهم من تفصيل كده أول حاجة عوامل فساد الأغذية الحيوية ودي بتتمثل في الكائنات الحية الدقيقة ما بيعتبرش تلوث الغذاء بالميكروباط فساداً لذلك كانت هذه الميكروباط ضرة أو سبب التغير واضح في صفات الغذاء الميكروباط الممكن تلوث الغذاء وبتسبب له فساد طبعاً لأي الكائنات الحية اللي هي البكتيريا أو الخميرة أو الفطريات يبقى عندنا عوامل فساد الحيوية تلاتة البكتيريا والخمائر والفطريات هندرس أول حاجة اللي هي البكتيريا البكتيريا بتعتبر أحد عوامل فساد الهامة في الغذية منها ما يسبب أمراض من البكتيريا دي بيسبب أمراضه ومنها ما بيسببش أمراض للإنسان البكتيريا اللي بتسبب أمراض ممكن تكون هي نفسها السبب أو الإفرازات اللي بتفرزها في الغذاء الإفرازات اللي بتفرزها في الغذاء عبارة عن سموم بكتيريا بيطلق عليها التوكسينز اللي هي التوكسينات من أمثلة البكتيريا المسببة للفساد في الأغذية بكتيريا التسمم البوتشوليني أو البوتيوليني الاتنين واحد المايكروب اسمه كولستريديام بوتولينيام بتعتبر أخطر أنواع التسمم الغذائر المايكروبي اللي هو التسمم البوتيولين البكتيريا دي بتهمه فيه الظروف غير الهوائية يعني في عدم وجود الأكسوجين وبالتالي هي بتسبب التسمم فيه الأغذية المعلبة خاصات الأغذية المعلبة غير الحمضية زي اللحوم والخضروات المشاكل اللي ممكن تظهر أنا ألاحظها على العبوات إنه ممكن يحدث انتفاخ في العلبة نتيجة إن المايكروبي مميامه بينتق غاز منه يبقى ممكن يؤدي إلى انتفاخ العلبة أو ممكن عند فتح العلبة بتظهر رائحة غير مرغوبة لمحتوى العلب طب لو الإنسان كان هذا الغذاء اللي بحتوى على هذا حزي السموم أو التوكسينات ممكن لو كان كمية بسيطة بيؤدي إلى حدوث تعب واضح ودوخة ممكن يؤدي إلى تغيي تغييم في الرؤية وممكن يظهر أعراض بعد كده زي القيو اسهال والتورم البطني طبعا بيكون ناتج من تناول السموم هذه هذا المايكروب لو جرعة كبيرة ممكن يؤدي إلى التسمم والوفاة مباشرة لذلك من أخطر أنواع التسمم الغذائي المايكروب هو التسمم البوتشولينة تاني نوع من التسمم اللي هو التسمم بوسط بكتيريا استفيلو كوكس أو التسمم بكتيريا الاستاف اللي هي استفيلو كوكس أوريس بتسبب هذه المايكروب تسمم الغذائي نتيجة للتكسينات أيضا اللي بتفرزها في الغذاء ولكن من المشاكل اللي هي ممكن ما يظهرش أي ريحة أو بينتج أي تغير في الغذاء نتيجة وجود هذا المايكروب أو التوكسين بتاعه مش زي التسمم البتشوليني ممكن ألاحظ من خلال تغيره في الريحة أو انتفاخ للعلبة إنما بكتيريا الاستفيلو كوكس ما أقدرش أميز التسمم ولذلك هو أخطر ويعتبر أكثر انتشاراً اللي هو بكتيريا التسمم بكتيريا الاستفيلو كوكس ثالث نوع اللي هو بكتيريا حمض اللاكتك اللي هي الاكتك أسد بكتيريا طبعاً بتسبب ارتفاع في حموط اللبن وفساده كذلك بتؤدي لفساد المحليز السكرية والعصائر الخاصة بالفاكة طبعاً دي البكتيريا الضرة في بكتيريا نفعة طبعاً كتير هنذكر منها مثلاً اللاكتوباسيلوس بلجاريكاس أو الاستفيلو كوكس سيرموفيلوس طبعاً باعتمد عليها في انتاج الزبادي وزي عندنا اليكنوستوك ميزونترويدس ودي بتلعب دور هام في صناعة التخليل تاني أعمل من عوامل فساد الحيوية وهي الخمير أو الخميرة بعد الخمير بتسبب فساد الأغذية زي خميرة السكرومايسيس باستيرونس ودي بتسبب فساد وتعكير لعصائر الفاكهة وايضاً بتكسب هذه العصائر الطعم المر ايضاً في خميرة المايكوديرما كوكومورينا بيتلم على سطح المخللات وبتحلل حامض اللاكتك الناتج من عملية التخليل بتحلله الى سينيوكسيد كربون ومية وبالتالي بتسبب فساد للمخللات ايضاً بتسبب الطعم المر لهذه المخللات ايضاً فيه خمائر نفعة بتستخدم فيه تصنيع الغذائي زي خميرة الخباز اللي هي السكرومايس السيرفيسيا ودي بتستخدم فيه صناعة الخبز التالت نوع من العوم الفساد الحيواء وهي الفطريان في بعض الفترات بتسبب فساد لغذية زي ايه زي فطر الاسبراجيلا سنيجر وده بينمو على سطح المربة او شرابه عصائر الفاكهة بيسبب ايضاً تعفن فيه الفواكه التازجة كذلك فطر الريزوباس نيجريكنز ده طبعاً بينمو على سطح الخبز وممكن يؤدي الى ان هو بيظهر عليه اللون اسود او مظهر غير مرغوب كذلك فيه بعض الفطريات بتكون نفعة بتستخدم فيه عملية تصنيع الغذائي زي البنسليام بروكفورتاي وبيستخدم في صناعة وتسويق جبن الروكفورت القسم التاني من عوم الفساد الحيواء وهو الانزيمات الانزيمات دي هي عبارة عن هي عبارة عن مواد بروتينية يعني في الاساس هي بروتين بيتم تصنيعها داخل الخلية الحية بتعمل ايه؟ بتعمل كوامل مساعدة لازراع التفاعلات داخل الخلية او ممكن بعضها بيستخدم خارج الخلية بعد ما تفصلها منها وبدون اي ان تستلك او تدخل فيه نواتج الايه؟ التفاعل بتلزم كمية صغيرة جداً من هذه الانزيمات اللي قيام بدور العامل المساعد من اشهر الانزيمات الموجودة في الاغذية اللي ممكن تسبب فساد الانزيمات المؤكسدة والمختزلة زي عندنا انزيم الاسكوربيز والفينوليز والديهايدروجينيز طبعاً بتأثر فيه اكسادة بعض العنصة الغذائية الهمة او احداث لون غير مرغوب النوع التاني انزيمات المحلية المواد الكربوهايدراتية زي انزيم المالتاز وده بيحلل سكر المالتوز لوحدتين جولوكوز كذلك انزيم الزيماز بيحلل السكر الوحادي لكحول وسان اكسيك كربون بالاضافة لانزيم الانفارتاز اللي بيحول السكروز الى جولوكوز وفاركتوز كذلك الانزيمات المحلية الدهون زي انزيم اللايبيز اللي بيحلل الدهون الى احمد دهنية وجلسرية كذلك من الانزيمات المحلية المواد البكتينية زي انزيم البكتيز والبيكتينيز وده طبعاً لايه اهمية في عملية ترويق عصائر الاه الفك تاني عوامل فساد الاغذية وهي عوامل فساد الكيميائي عامل فساد الكيميائي من السمها القسمين تفاعلات التلون البني او الاسمرار القسم التاني وهو تزنخ الزيوت والدهون هتكلم الاول عن تفاعلات التلون البني او الاسمرار طبعاً بيحدث تلون للاغذية باللون البني وطبعاً ده بيكون امر غير مرغوب فيه نتيجة عدة عوامل خاصةً اثناء عملية تصنيع بيؤدي الى الاضرار بماثر الغذية طبعاً اللون البني ده بيبقى غير مرغوب وبيخفض من القيمة التسوقية والغذائية للغذية لذلك بيعتبر صورة من صور الفساد اذا كان الاسمرار ده او التلون اللي هو البني ده مرغوب فيه فما فيش مشكلة زي مثلاً تحميس القهوة او تحميس الخبز يعني ممكن دي يكون مرغوب فيها انما غير كده بيكون غير مرغوب فيه تمام بتوجد العديد من الميكانيكيات لاحداث هذا التلون ممكن نجملها فيه تلون انزيمي وفيه تلون غير انزيمي وفيه القرملة هنتكلم الاول عن التلون الانزيمي بينتج هذا التلون نتيجة نشاط انزيم البولي في نول اكسيديز ده طبعاً بنشاهده او بنلاحظوا امتى ما نيجي نقطع مسلاً التفاح او البزنجان او البطاطس بيدي آآ لون بني اول بعد ما نعمل ما نقطع التفاح وكده بيزهر آآ لون بني او لون غامل ده نتيجة نشاط اي هو اللي هو الانزيم البولي في نول اكسيديز طبعاً بيحتاج الاكسوجين في عملية النشاطه بيتم في حفظ الاخذية بيتم تصميم خطوة القضاء على هذا الانزيم وذلك ان هو بيمنع عنه الاكسوجين وبعد كده بيعمل عملية سلق وبالتالي بتخلص من النشاط هذا الانزيم كما في انزيم ايضاً اخر بيؤدي الى اه اكسادة حمض الاسكوربيك او فيتمين جيم اللي هو الايه انزيم اللي هو الاسكوربيك اسيد اكسيديز طبعاً بيانتج زيادة نشاط وتؤدي الى آآ لون تغير اللون وخفض في القيمة الغذية وانزيم بيضاً ايضاً بيحتاج الى الاكسوجين بعد ما اتكلمنا على التلون الانزيمي وعرفنا الانزيمات المسببة اللي هنتكلم عن التلون غير الانزيم تلون غير الانزيمي من اسمه كده يعني مش داخل فيه اي انزيمة زي ايه زي تفاعل ميلارد او الكرمالا ايه هو تفاعل ميلارد تفاعل ميلارد ده بيتم بين الاحماض الامينية والسكرات المختزلة ازاي بتتحد مجموعة الامين بتتفاعل مجموعة الامين مع مجموعة الامين في الحمض الاميني مع مجموعة الكربونيل في السكرات المختزلة وبيديني اللون البني واتفاعل ده بيتم خلال مراحل التصنيع وبيتم على درجة حرارة عليه. ممكن اقلل من التفاعل او اللون الناتج عن طريق ان انا بعمل اغزية بعنصر مختلف زي الكابريت وده بيتم تحت شروط محددة. في بعض الاغزية بيكون مرغوب فيها تفاعل مثلا زي العشل فينو. اللون البن اللي متكون على السطح ده بيكون راجع لتفاعل وبيكون مرغوب فيه. نعم معزم الاغزية بيكون غير مرغوب فيها تكون اللون اللي ايه? البن. النقطة اللي بعد كده عملية الكرمالة. عملية الكرمالة دي بتتم في الاغزية اللي بتحتوى على نسبة عالية من السكر. معرضها الحرارة عالية بيحدث تحلل لهذه جزئيات السكريات عند التعرض درات حالة وبتكون لون غامي او لون مسود. كذلك بعض الاغزية برضو ممكن يظهر فيها لون غامي او لون مسود. نتيجة نتيجة ايه? نتيجة تفاعل الاغزية مع معدن العبوة. معدن العبوة عبارة موجود في عنصر الحديد. بيتفاعل مع الاغزية المحتوى خاصة المحتوى على الكابريت. زي الاغزية اللي فيها بروتينات اللحوم والاسماك بالاضافة الى البقليات. بتفاعل مع اه عنصر الحديد نتيجة عدم طلاق العبوة الداخلية بالمادة الورنشية. آآ اللي اسمها الانامل. اللي هي بتمنع تفاعل المادة الغزية مع معدن العبوة. وده طبعا التفاعل ده بينتج لون آآ بقع سودة او لون مسود في نتيجة تفاعل المعدن او الحديد مع المادة الغزية الموجودة في العلبة. النوع التاني بقى من لعملية الفساد الكيميائية والتزنخ الزيوت والدهون. ممكن الزيوت والدهون بتعرض للتزنخ او الاغزية اللي دخل فيها. والزيوت خاصة لانها بتحتوى على احماض دهناية غير مشبعة بيكون سهلة في عملية الايه الاكسادة. وده بيطلق عليه فساد كيميائي. والفساد الكيميائي ده بيتم بفعل الهواء مباشرة او بمساعدة بعض المايكروبات عن طريق افراز انزيمات معينة. انما في الاساس هو فساد كيميائي. نتيجة بيصاحب هذا التزنخ ظهور رائحة كريهة وطعم غير مقبول لهذه المنتجات المحتوى على الزيوت والدهون. الاساس في هذا التفاعل وجود الاكسجين. وجود الاكسجين بيحصل اكسادة للاحماض الدهونية الغير مشبعة وبيكون حاجة اسمها بيوروكسيدات. وده بيتم طبعا تحت درجة خراع عالية مع وجود بعض الانزيميات اللي تفرزها المايكروبات. كل ما تزيد نسبة البايروكسيدات كل ما بتقل لدرجة جودة الغزاء وبالتالي فساد للغزاء. والفساد ده بيطلق عليه فساد كيميائي. بعد ما تكلمنا عن عوامل الفساد الحيوية وعوامل الفساد الكيميائية هنتكلم عن تلت عامل من عوامل الفساد الغزاء وهي عوامل الفساد الطبيعي. عندنا تلت عوامل رطوبة والحرارة والضوء. هتكلم عن اول العامل وهو الرطوبة. طبعا الرطوبة المفروض تبقى متوفرة في المادة الغزائية باعتدال. لا هي زايدة ولا هي ناقص. لان الزيادة بتسبب مشاكل والنقص بيسبب مشاكل اللي هي الغزاء. زيادة الرطوبة معروفة بتؤدي الى زيادة نشاط الكائنات الحية الدقيقة بصفة عامل. وجود رطوبة معنى كده وجود كائنات حية دقيقة. طبعا زيادة الرطوبة هتؤدي الى ناقص في جودة المادة الغزائية وعنم كدريتها على الحفظ اللي هي فترات طويلة. وبالتالي بتعتبر احد عوامل الفساد الطبيعي. كذلك ناقص الرطوبة بيؤدي الى تغير في مظهر الخارجي لبعض الفواكه والخضرات زي مسلا حدوث زبول او جفاف لها زي المنتجات. وبالتالي تغير اي صفة زي ما قلنا بتعتبر فساد من فساد الاغزائي. تاني عامل هو الحرارة. الحرارة طبعا اه المفروض برضو تبقى معدلات طبيعية. لو انا بعمل عاملية تبريد اراعي شروط التبريد ما يحصلش تغير في درجة حرارة التبريد. لان التغير في درجة الحرارة برضو بيؤدي الى درر او حروق اه التبريد. وده بيزهر في بعض المواد الغزائية زي الفواكه والخضرات نتيجة حفظها على درجة حرارة مختلفة من التبريد. كذلك ارتفاع درجة الحرارة ارتفاع الحرارة برضو بيؤدي لتغير في المزهر خارجي بعض الفواكه والاغذية. ايضا ممكن يؤدي الى تسبب في ازابة المسلوجات والليها بتحفز على درجة الحرارة منخفضة. تالت عامل هو هو الضوء بيعتبر الضوء عامل مهم ايضا ممكن يؤدي الضوء الى فقد بعض المكونات الغزائية الحساسة زي الفيتامينات وخاصة فيتامين اللي هو بيتو وكذلك فيتامين او فيتامين سي او فيتامين حمد ايضا وبالتالي لابد من مراعاة النقطة دي. مراعاة العوامل التلاتة الرطوبة والحرارة والضوء في حفز المادة الغزائية. رابعا عوامل الفساد الميكانيكية. حدوث خدوش في الفكهة والخضار نتيجة عملية حصادها او اطفاها او حدوث تحطم او تهشم لبعض هذه الفوكه او الخضرات. نتيجة زيادة الضغط عليها او نتيجة تداولها الغير سليم. كل دي من عوامل الفساد الميكانيكية. اه خمسة عوامل اخرى ممكن تكون راجعة لبعض القوارد والحشرات. طبعا هي ممكن بتستهلك كمية من الغزاء. والاسوى من ذلك انها ممكن تؤدي لتلف كميات كبيرة اضعاف اضعاف الكميات اللي ممكن تسببها عن طريق ان هي بتفرز بعض مخلفاتها في المادة الغزائية او بيوجد بعض بقايا من اجزائها من اجسامها موجودة مختلطة مع المادة الغزائية وبالتالي بتقلل من درجة جودة المادة الغزائية وبالتالي بتعتبر من عوامل الفساد اللي ممكن تسبب فساد اللي هي الاغزائية. ودي صور لفساد بعض الاغزائية. تحديد مدى صلاحية الغزاء للاستهلاك الادمي. طبعا بعد ما تعرفنا على عوامل الفساد المختلفة لازم نسأل نفسها سؤال هل الغزاء ده صالح? امتى يكون صالح للسلاك الادمي او غير صالح? الغزاء بيصبح غير صالح للسلاك الادمي في الحالات الاتية. اول حاجة حدوث تغيره في الصفات الطبيعية المميزة للغزاء. طبعا كل مادة غزائية لها خصائص بتميزها عن غيرها من المواد الغزاء الاخرى. زي الطعم والريحة واللون والقوام. اه تعرض هزي الخصائص او اي من هزي الخصائص الى تغير بيعتبر احد عوامل فساد وبالتالي ممكن نقول ان هي غير صالحة للاستهلاك. تاني حاجة تغيره في القيمة الغزائية. طبعا القيمة الغزائية برضو من اهم الخصائص اللي بتوخز في الاعتبار عن تحديد صلاحية الغزائية للاستهلاك. ولكن بتبقى في صعوبة في عملية تقدير القيمة الغزائية عن طريق النظر او الشم لابد من ان يتم عمل تحليل كيميائي للمادة الغزائية لمعرفة هل حصل تغير في قيمتها الغزائية ام لا. النقطة التالتة حدوث اضرار بالعبو. حدوث تنسيم العبوات يعني العبوات موجود فيها ارطوبة او حدوث صدق او تآكل في معدن العبوة او حدوث انتفاخات او انبعاجات في العلب كل دي مؤشر لعدم مناسبة هزي العبوات للسلاك ويجب اعدامها تمام. ملحوظة مهمة جدا لازم تبقى اه تعرف اه تقرأ اول حاجة تشتري عبوة لازم تعرف تاريخ الصلاحية بتاعها. مش بعد ما تقولها وبطنك توجعك تقول يا نبص على تاريخ الصلاحية بقى. لا مهم جدا انا هبص في الاول على تاريخ الصلاحية. آآ النقطة الرابعة حدوث اضرار لبعض المستهلكين. برضو آآ عملية ازا كان الغذاء اثر على بعض المستهلكين حدث مشاكل او حدث تسمم. بالتالي بيعتبر الغذاء هذا الغذاء غير صالح للاستهلاك الادمي. وده كان اخر جزء في المحاضرة وكده انتهينا من المحاضرة. هنتذكر سريعا اللي درسناه آآ في خلال المحاضرة ديت. اول حاجة خدنا تعريف الفساد وتقسيم الاغذاء طبعا لسرعة فسادها. وكذلك عامل فساد للاغذاء المختلفة. واخر حاجة خدناها تحديد مدى صلاحية الغذاء للسهلاك الادمي. ارجو تذكروا المحاضرة والمحاضرات اللي فاتت او البول برضو عسنة تانية. ويارد تشوفوا نمزج لاسئلة المادة من الدفعة اللي قبلوكو او اللي قبلها. وتدربوا على طبيعة الاسئلة وتأكدوا على مذكرتكو طبعا. ويكون في استفادة اكبر ويثبت عندكم المعلومة. ولو في اي سؤال على الجروب ببعتولي على طول. وشكرا للحسن استماعكم. وشوفكم بخير المحاضرة الجاه بازن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة